السلام عليكم شباب خبر جدا مهم بخصوص دانيول السعد وماذا قال عن العودة للمنتخب العراقي دانيول السعد في حوار مع أخلت تم حل المشكلة وتكلمت مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والمدرب كاساس وتفهموا وضعي والآن ليست هناك أي مشكلة واعتذر عن ما حصل في المعسكر حيث كان وقتا صعبا لي كان الحوار معهم جيدا للغاية هناك بعض الشائعات خرجت عني وهي ليست صحيحة كل ما حصل إن لي لم أكن بحالة نفسية جيدة وأنا فخور بما قدمه المنتخب العراقي في بطولة كاساسيا وسوف أراكم قريبا طبعا عودة دانيول رح تضغط بعض الناس من الإعلاميين اللي حاربون الموهبة وتطور الكرة العراقية إن شاء الله نشوفها بتصفية كاس العالم أمام الفلبين في أرض البصرة يبقى دانيول ابن العراق ولازم نوقف بظهرة واندعمها إنتو كجمهور عراقي شنرأيكم بعودة دانيول السعيد